السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو انا عمل مخصوص للناس اللي بتوع السنوية العامة لان اكتر اسئلة بتجيلي منهم لان انا عارف ان هما دول اكتر ناس تايها ومحتارة لان انا كنت في وقت من الاوقات في مكانهم وما كنتش لقي حد فاهم يفهمني الدنيا منين يودي على فين ويستستملي كل حاجة بجد الموضوع بيبقى معقد شوية خصوصا وانت طالع من سنوية عامة او بتخطط بعد ما تخلص سنوية عامة ففي الفيديو ده هيبقى كل حاجة تخص الباكلريوس ودراس الباكلريوس في المانيا فسيب اي حاجة في ايدك لان الفيديو ده مهم جدا وقمهات معي قلم وشوية ورق علشان هتكتب ورايا كل المعلومات اللي انت محتاجها كطالب سنوية عامة او كاي حد عايز يدرس باكلريوس في المانيا الفيديو هيبقى طويل شوية بس علشان ما نش هتتكوش في فيديوهات تانية هو فيديو واحد في كل المعلومات اللي انت محتاجها فعاليا بعد لما تخلص الفيديو ده انت مش هتحتاج تسأل حد تاني عن البكاليريوس كل الفيديوهات اللي فاتت انا عارف ان انا كنت بفوكس اكتر على درست المشاستير لان هو انا ده اللي انا جيت اعمله هنا بل المشاستير اللي انا جيت اعمله هنا فكنت عايز ساعد الناس زمائلي بس اكتر اسئلة كانت بتجيلي من بتوع سنوية عامة والناس اللي جاية تدرس بكاليريوس فانا اسف ان انا اتأخرته كل الفترة اللي فاتت دي بس انا فعلا موضوع يعني ان شاء الله لما تيجوا هتعرفوا قد ايه الحياة صعبة وقد ايه ما فيش وقت انا قعدت اسبوع كامل بكتف في السكريبت بتاع الحلقة دي علشان ما نساش حاجة اسبوع كامل بشوف ايه كل التفاصيل اللي انت محتاجها علشان تقدم على البكاليريوس وما تحتاجش اي فيديو تاني علشان ما تتشتتش فالفيديو ده بمثابة كنز بالنسبة لك او بمثابة مرجع لك تقدر ترجع له في اي وقت لو انت سقطت وانت بتعمل الاجراءات قبل ما نبتدي عاوزك تطمن لسببين ان انت خلاص لقيت الفيديو اللي انت محتاجه عشان تدور على كل حاجة تخص الدراسة البكاليريوس في المانيا والحاجة التانية عايزك ترتاح وما تقلقش لان انا بضغرك وبتجاوب على كل اسئلتك سواء اللي هتسيبها في الكمنتات هنا او اللي بتوصلني على الانستجرام بس خلاص انا انا بعمل الفيديوهات دي علشان الناس تفهم وما عادش تبعاتلي رسائل بصراح لان الرسائل فيدي كتير وما بلحقش ارد على كل الناس فان شاء الله بازن الله هتلاقوا كل الاجابات اللي انتو محتاجينها في الفيديو ده بس سيبوا اي حاجة في ايديكو وقوموا هتورى وقلموا حاولوا تنعزروا وتعضوا في جوهادي علشان الكلام اللي هقوله مهم جدا اول سؤال انا جاوبت عليه قبل كده بس هجاوب عليه تاني هل السفر الالمانية صعب ولا سهل خلينا اقول لك ان انا في يوم من الايام كنت في مكانك فرج على فيديوهات زي دي بالزبط وانا النهاردة دلوقتي في المانيا فالموضوع حتى وان كان صعب فهو مش مستحيل انا عملته غيري قبل زي الناس اللي كنتو باسألها عملوك فانت كمان تقدر تعمل كده والموضوع ممكن يكون صعب بس محتاج واحد يكون جواه دافع قوي علشان يستحمل يكمل كل الاوراق هي شوية اوراق يا جماعة شوية اوراق بنطلعها وشوية مشوهر بنقضيها هب لقينا نفسنا في المانيا قبل ما نبدأ عايز اقول لك الاول احنا هنفوكس على ايه بالزبط في الفيديو ده اول حاجة هتركز عليها ايه هي الاوراق المطلوبة لدراس البكاليريوس في المانيا ازاي تبدأ لان انا عارف ان الموضوع ده اكتر حاجة بتلغبط ابدأ منين ماشي انا عايز سفر المانيا بس ابدأ منين فاول خطوة اعملها ايه وتبدأ ازاي بعد جاها نتكلم فا هتبدأ امتى لان برضو بقسة عادة ده خلاص انا عارفت ان هعمل ايه بس مش عارف ابدأ امتى ممكن الديدلاين يفوتني ممكن ابدأت متأخر ابدأت تبدري قوي فبرضو سؤال مهم ابدأ امتى هي الاجراءات اللي بياخدها الورقة يعني مثلا انا طلعت ورقة دلوقتي وقالت لكم شهادة السنوية العامة ايه الاجراءات وايه البروستس اللي بيعدي بيها الورق من توسيقات وبروح فين وبعمل ايه وبترجم فين والحاجات دي كلها الاجراءات دي والتفاصيل دي برضو هنتكلم عن ورقة ورقة بنعمل الحاجات دي ازاي هنتكلم برضو ازاي تجيب قبول جماعي ازاي بقى تقدم في جامعة او بترعيس الجامعة وتجيب منها قبول جماعي وازاي برضو لو ترفط ترجع تاني وتجيب قبول جماعي علشان الترمي ما يفوتكش هنتكلم كمان عن القبول المشروط والقبول الغير مشروط علشان الناس بتتلغبط في النقطة دي وهنتكلم كمان عن السنة التحضرية وازاي لو انت مش عايز تدرس سنة تحضرية في المانيا تعمل ايه ومين اللي له حق يدرس سنة تحضرية ومين ملوش ولو انت مثلاً أدبي وعايز تدخل هندسة أو أدبي وعايز تدخل طب أو حتى مش سنوية عام وعايز تدرس مين للوق حق في السنة التحضرية ومين بيعملها ومين ممكن يهرب منها هنتكلم عن السنة التحضرية بكل تفاصيلها لأنها برضو مقطة مهلمة جداً والناس بتلقبط فيها هنتكلم عن إثبات الكدرة المالية والمنح الدراسية والحساب البنكي المغلق وإزاي لو أنا مش معايا فلوس أجي ألمانيا أعمل إيه وهنتكلم عن حلول بتخص الموضوع ده لأن معظم المشاكل اللي بتقابلك الورق سهل بس أكتر حاجة بتقف قدامك هو الزبات القدرة المالية للصفارة بتبقى عايز تثبت لهم ان انت والله إن عامل حساب البنكي مغلق لأن عندي ضمن في ألمانيا لأنا واخد منحة لأنا يسفع إزاي لو انت معكش فلوس ايه الطرق التانية اللي تقدر تسافر بيها ألمانيا وهنتكلم كمان عن مقابلة السفارة وايه الأوراق اللي لازم أخدها معي ونراح السفارة وايه أسباب رفض الفيزا وعشان تتجنبها لشان تاخد الفيزا على طول وما تتأخرش وطبعا هنجاوب على أسئلة راندم كده اخترناها لو بقى وقت في الفيديو يعني هنجاوب على أسئلة راندم كده من اللي انتو بعتوها لي أو سبتوها لي في الفيديو على اليوتيوب سيب لكم اللينك برضو ايه؟ لأن الكومنتات دي مليانة أسئلة فيها آلاف الأسئلة فأسبها لكم برضو في اللينك بتاعها تحت الفيديو وأسبها لكم فوق هنا علشان لو حد عايز يكتف في الكومنتات سؤال جديد أو حاجة بس يعني انا اتشكت الاسئلة كلها يعني او معظمها وهنا بتدي نجاوب عليها هنا يلا بنا اللهم يتم بحقه به العائل ما سن تشكت في الوصف تشكت في الوصف يَعني اشترك في الوصف الوصف المترجمات الأول تشكت في الوصف اول حاجة هنبدأ بيها هو الكيفية ازاي تبدأ ازاي ان انا دلوقتي عايز اسافر المانيا بس انا مش عارف ابدأ ازاي دلوقتي خلاص انا عايز ومؤمن وهكمل الفيديو للاخر ومن جواي بجد بجد عايز سافر المانيا طيب الكيفية بقى ابدأ ازاي ايه اول خطوة باخدها احنا شرحنا الموضوع بقى قبل كده بس انا اعتبر انك مشفتش اي فيديوهات من اللي فاتت وهنبتدي تاني مع موقع الداد اللي هو درعا كليمين للتقديم على كل الجامعات في المانيا الموقع ده هسيب لكم الرابط تحت بتاعه في الدسكريبشن وهسيبه لكم فوق هنا برضو وشرحت في فيديو كامل عن كافية استخدام موقع الداد بس انا هقول لكم على ايه هو موقع الداد انت ممكن ترجع للفيديو ده تتفرج عليه وازاي بنستخدم موقع الداد بس انا هقول لكم على اهم النقط اللي انت محتاجة بحيث تكمل الفيديو معنا ده للاخر وتبقى تروح بقى ايه تشوف الفيديوهات التانية زي ما انت عايز وهسيبها لكم برضو في الدسكريبشن ما تقلقوش ايه هو بقى موقع الداد ده ان انت قررت انت عايز تدرس ايه عايز تدرس طب ولا هندسة ولا ادب ولا فلك ولا عايز تدرس ايه بالزبط انت بتدخل على الموقع ده وبتقول له انا عايز ادرس في بيبقى سايب لك في الجنب كده شوية فلاتر وبتختار منه انا عايز ادرس مثلا هندسة عايز ادرس اه قصم معين في هندسة ولتكن مسلا ميكانيكا او مدني او وطيف اللي انت عايزه عايز ادرس باللغة الدراسة انجليزي او الماني مش شرط خالص يبقى معك الماني انا جاء هنا وما انا معرفش اي حاجة في الالماني بتحدد كمان البلد اللي انت عايز تدرس فيها لو انت مسلا عايز ادرس في برلين ويقول لك قريب في برلين مسلا فعايز تبقى قريب منهم وبتاع فبتحدد كمان البلد بتحدد كمان مصاريف الترم او مصاريف السنة اه ما ما زادش مسلا عن ربعمائة يورو في الترم ما زادش عن خمسمائة يورو في الترم بتخط فلتر كده كل الجامعات ويعني هنشرح كل ده بيتعمل ازاي بس في الاخر انك بتعط فلتر كده شوية اه حاجات وبيطلع لك الجامعات بيقول لك والله انت ممكن تقدم في الجامعة واحد واثنين وتلاتة وعشرة ودي كانت اهم واول خطوة واكتر خطوة تقريبا بتاخد وقت انك تعرف انت عايز تدرس ايه مش هنا عايز اسافر الالمانيا هو السؤال مبقاش كده انا اسافر الالمانيا ازاي لا انا عايز ادرس ايه في المانيا السفر الالمانيا كده كده هيجي بس يا فرحيكي وصلت الالمانيا وانا مش عامل جود بلانينج طهت لحيا فرقبتني وهارجع بفشل مصر فلأ انت السؤال اللي لازم تسأله نفسك هو انت هتدرس ايه في المانيا بس بتبقى دي اول خطوة ناجد طوات كده انا كنت يعني ممكن تكتبها في ورقة او ممكن تعمل والله الجامعة دي بتدرس التخصص الفلاني التقديم عليها في في الوينتر سميستر ولا السامر سميستر المصالفها قدي كده اه ممكن تحط كنت حدوتهم كل دول في شيت كده بحيس ان انا وانا بقدم على الجامعات دي ما اتلغبطش ابقى عارف والله ان الجامعة دي معلوماتها واحد من ثلاثة عشرة ممكن تكتبهم في ورقة او ممكن تحطهم في شيت اكسل الخطوة التانية بقى وهو تبدأ امتى خلاص انا عرفت انا هبدأ ازاي وعرفت انا هجيب الجامعة اللي انا عايز ادرس فيها ازاي ابدأ امتى لان في ناس بتبدأ متأخر شوية فبيفوتها لتقديم عليها الترم كمان الحكة دي بتلغبط اول ان فيه ترم صيفي وفيه ترم شتوي وفيه التقديم على الترم الصيفي وفيه التقديم على الترم الشرق دي كانت من اكتر الحاجات اللي بتلغبطني لما كنت بقدم التوقيتات وعملنا فيديو مخصوص بالزبط يقول لك امتى تبدأ وعملنا جدول زمني لكل ورقة يعني قلنا لك مسلا الورقة دي بتاخد وقت قد كده تجهيز اللغة بياخد وقت قد كده انت تبدأ في المعد ده علشان ما تتأخرش عشان لو اتأخرت الفيزا ممكن تتأخر فالترم ممكن يبتدي وما يسجلوكاش فتلاقي نفسك تعطلت سنة كاملة كل الحاجات اللي هو تبدأ امتى اتكلمنا عنها في فيديو مخصوص لوحدها تقدر برضو ترجع له في اي وقت بس انا هقول لك على النوعات اللي انت محتاجها دلوقتي يعني عشان ناس بتلكه ان انا لسه بتلغبط في مواعيد التقديم لحد دلوقتي انا كنت كاتبها في النوت يعني اي حد بيسألني عليها تاني ببص في النوت لان انا فعلا بدي انساه اكتب مواعيد الدراسة اللي هي شابها دي ما فياش لغبطة مواعيد الدراسة بتبتدي وبتبتدي معنا بالزبط خصوصا التعليم العالي يعني التعليم المتوسط والهاي سكول والحاجات دي هنا ليهم مواعيد تانية كده بس انا بيتكلم على التعليم العالي اللي هو الجامعات مواعيد الدراسة بتبتدي اللي هو الوينتر سينستر اللي هي بداية اي سنة بيبتدي في شهر عشرة وبينتهي في اخر شهر واحد زي انا بالزبط والترم الصيفي بيبتدي في شهر تلاتة وبينتهي في اخر شهر ستة بس احنا مش مختلفين على مواعيد الدراسة احنا مختلفين احنا معيد التقديم وهي دي اللي بتلغبط لان مسلا الترم الشتوي اللي هو بيبدأ في شهر عشرة انت بتقدم عليه من شهر خمسة وباب التقديم بيقفل في سبعة فاللي هو انت باب التقديم بيقفل قبل الترم ما يبتدي بتلات شهور فانت لازم تبقى مجهز قبلها بحبة حلوين ارجع للفيديو اللي اتكلمنا عنه بالتفاصيل كل ورقة كمان قلنا بتاخد وقت قد ايه بحيث انك تبقى زي كده تعرف الورقة دي هتاخد قد كده فانا محتاجة بقواقف هنا او شهادة اللغة بتاخد وقت قد كده فانا محتاجة بقى بجهزها من اول هنا الفيديو التاني علشان لو يعني في حاجات تانية هنتكلم فيها اهم فبرضو حط في خطتك ان انت بعد لما تخلص الفيديو ده ترجع للفيديو بتاع امتى بالزبط تبدأ تجهز ورقك الفيديو ده مفيد جدا بعد ما عرفنا احنا ازاي بنبدأ وامتى نبدأ محتاجين انا عارف بقى ايه هي الاوراق خلاص انا عرفت دلوقتي انا امتى وازاي ايه هي بقى الاوراق اللي هبتدي اجهزها دي وايه هي التوسيقات اولا يعني ايه توسيقات بص علشان الكلمة دي كبيرة شوية فبيتلغبط الناس توسق ورقة يعني تحط عليها ختمة نقطة من اول السطر اما اقول لك اتروح توسقها من السفارة جملة صعبة جملة تخوف كده لا تروح توسقها من الخرجية تروح للخرجية تاخد ختمة الخرجية عليها بس والموضوع يعني خد الخرجية ب11 جنيه هتقف في 10 تقيت يعني يا معظم مش حوار. بالله مش حوار. الناس برسياء اللي بتكبر الموضوع بكلمة توصقها. فعايزين نعرف ايه هي الاوراق اللي بتتوسق وايه هي الاوراق اللي مش بتتوسق. يعني ايه الاوراق اللي بتحتاج اختام وايه الاوراق اللي مش محتاج اختام. يعني بنحطها زي ما هي. يلا ورق وقلم وكتبه وراي الورق اللي انت محتاجه. ورق ايه? انا كمان بخفخم له كل موضوع يا جماعة انت بدرسين بكالريوس. انتو لو جايين تدرسوا ماجستير انتو هتعمله شوية ورق قد كده. يعني انت انت بكالريوس يعني مفتحش بوقك يعني. يعني تجهز الورق وانت ساكن. هم ورقتين. بتروح تجيب شهادة السانوية العامة بتاعتك. وشهادة بتدرس بيها اللغة. لو لو هتدرس بالانجليش فانت بتروح تجيب اي او طيفل او جامعة طلباء. ولو هتدرس بالالماني بتروح تجيب شهادة من جوتة. هم ورقتين حزانة. فيعني انت تقوم تجهز الورق بالوقتي حالا. يعني. خلينا ناخدش في اول ورقة وهي شهادة السانوية العامة اللي بتروح تجيبها من السيدة زينب يعني ممكن ينقلوا المكان بعد كده فاني. حاليا السيدة زينب في القاهرة بتروح الادارة العامة للي امتحانت. وانت هناك بتقول لهم والله ان انا عايز اودي الورقة دي اه للسفارة الالمانية. فبيدوها لك عليها الاختام المناسبة. بعد ما بتجيب شهادة السانوية العامة من السيدة زينب. انت بتاخدها تروح بيها على الخارجية. بتوسقها من الخارجية يعني نجيب ختمة من الخارجية ب 11 جنيه. برضو لحد وقتنا هزفها ب11 جنيه. بعد ما بتخدها من الخارجية في نفس الكل ده في نفس اليوم قبالك. انت الصبح بتروح بقدري السيدة زينب بتجيب الورقة دي بتخدش مسلا نص ساعة. تطلع بيها على الخارجية. بتخدش مسلا ساعتين كمان. مشان يعني تعرفين مشاور القاهرة وزح من القاهرة يعني. يا رب بعد العصمة الادراية الجديدة تكون الدنيا خفت شوية. بس خلينا نقول ان هما ساعتين. وبعد ما بتخلص في الخارجية انت بتروح مكاتب معتمدة للصفارة الالمانية ما كده بترجمة. بتديهم الورقة دي وبتقول لهم والله انا عايز اترجمها للصفارة. ساعات كمان في مكاتب يعني انا هسيب لكم كل المكاتب في لينك تحت في اللي هي المعتمدة. ساعات كمان بتبقى المكاتب يعني ده اللي حصل معي المكتب اللي انا رحت وده بيبقى عنده ختم للصفارة نفسه فانت مش محتاج تروح للصفارة عشان توصق آآ لشهادة السنوية العامة بتاعتك. نقطة هنا بالنسبة للتوصيقات. في ناس مثلا تروح تطلع الورقة دي من السعيدة زينب وتقول لك هبقى روح بكرة مثلا اوسق الخارجية وتلاقي بكرة جاب اسبوعك بشهر جاب اتنين. التوصيقات بتاعة الدولة بتتغير كل فترة. فعلشان ما تعدش توصيقات بتغير على الاختام شكل الختم ما بيتغير. فانت لازم تخلص ورقة كله قبل الاختام دي ما تتغير لان السفارة بتبص على الاختام اللي قبلها. بتبص على الاختام الخارجية. فعلشان ما تعدش الورقة من اول وجديد انجز نفسك متجرد ما تروح تطلعها اوسقها خارجية واطلع على السفارة. توصيق السفارة مدى الحقيقة. دي كده قلنا اول ورقة اللي هي شهادة السنوية العامة. تاني ورقة انت محتاجها بس دي مش بتتوسط هي شهادة اتقان اللغة اللغة الدراسة. سواء انت هتدرس بالانجلش او هتدرس بالالماني. لو انت هتدرس بالانجلش فانت محتاج تجيب شهادة امتحان من البرتش كونسل او شوف الجامعة ازا كانت طلبة او او اللي هي طلبة. اا دي دي تاني ورقة انت محتاجها وطبعا لو هتدرس بالالماني فانت بتجيب اا بتروح تمتحن في الجوطة بتجيب منه شهادة بالليفل المطلوب سواء البي اينز او البيتس فايا على حسب الجامعة او على حسب انت هتدريس ايه? لحد هنا تكلمنا بس عن اهم ورقتين. واحدة فيهم بتتوسق والتانية مش بتتوسق. وانا الشهادة بتاعة السنوية العامة خلاص وعرفنا بنوسقها ازاي. وشهادة اللغة ما بتتوسقش واللي باقي كل واللي جاي كله تقريبا ما بتوسقش. يعني انت كده ما عندكش غير واحدة بس اللي بتاعة الشهادة السنوية العامة بس. ده انت لو بتدريس يا مؤمن كان زمانك تسحولت في تلات تلاف ورقة. روح للفيديوهات اللي كنت بتكلم فيها عن النشطير وانت انت تعرف وتقدر ان نعمل انت فيها. يعني تخلص الفيديو ده وتقوم تجهز ورقك دلوقتي حالا. الورقة التالتة ومن اهم الاولاء اللي بتطلب برضو هو او خطاب الدافع. دي ورقة بتكتب فيها دوافعك الحقيقية. آآ انت عايز سفر المانيا ليه? عايز في الجامعة دي ليه? واحنا عملنا فيديو كامل عن ان ازاي تكتب لان ما ينفعش حد يكتبه لك وما ينفعش تروح تجيب آآ فورما سابتها من على النت لان دي بتبقى مصيبة وفي ناس بتترفض بسبب بتاع فالفيديو بتاع هاسبه لكو هنا وهاسبه لكو تحت برضو في هقول لك على اهم عشر نصايح وانت بتكتبهم وخد وقتك اسبوع اتنين خد وقتك وانت بتكتب خد نوتس على التليفون ولما تراح بسجلها في الورقة وخلي حد يرجع لك الغلاطات بتاعتك سواء بتكتبها بالالماني او بتكتبها بالانجلش بعد لما تخلص خالص مش هندخل في تفاصيل كتيرة خشوا على العشر نصايح الفيديو بتاع العشر نصايح بتاع الموتيفشن لتر وانت هتقدر تكتبه وده مش موضوعنا دلوقتي احنا عايزين نكمل الورقة كده اتكلمنا عن تلات ورقات الكل شوية برجات له في فيد باك علشان لو في نقطة ما كتبتهاش ترجع تكتبها شهد السنوية العامة وانا شهدت اللغة قلنا تالت ورابع ورقة احنا هنتكلم عليهم دول الناس الزكية اللي حاولت تفادة السنة التحضرية وراحت خدت اول سنة هنتكلم عن ايه دلوقتي سنة تحضرية بس خلينا نكمل بس الورقتين اللي جايين دول هم ناس بدأت دراسة فعالية بعد السنوية العامة ودخلت كلية في بلدها اللي هو في مصر او اي دولة عربية انت موجود فيها لهم دخلت كلية بعد السنوية العامة دخلت اول سنة ونجحت هتحتاج تجيب كمان الورقتين دول طب هم عملوا كده ليه حضروا اول سنة في الكلية علشان يشيلوا من عليهم السنة التحضرية اللي هي رخمة جدا هنتكلم عنها دلوقتي بس واحدة واحدين عشان ما نتلغبطوش معين ايه هم الورقتين لو انت عايز تدرس بكاليريوس بس خدت اول سنة في الكلية في مصر هتروح تجيب الورقتين دول حاجة اسمها او خطاب التوصية ودي بتروح لدكتور او دكتورة علاقتك بيهم كويسة وبتقول لهم والله انا محتاج منك ان هم بيقولوا والله الطالب ده صح السحة او كده مية مية والله هيقبله الطالب ده على ضمانتي ومش عارف ايه بتاعه وبتكتب فيها وبرضو عملنا فيديو مخصوص ليها ازاي تجيب وتكتب فيه ايه اهو بس بتاخد الميل الجماعية بتاعه للدكتور وبتكتب شوية كونتكت انفورميشن عشان لو الجامعة حابة تتأكد من الدكتور ده تتصل عليه او تبعات له ميل تقول له والله الطالب ده تعارفوا تمام لهم اه تمامت زي الفل خلاص وخلصنا الريكمنديشن مش بيتوسق هو بس بيبقى موجود فيه المعلومات بتاعت الدكتور فو وبتكتب كلام الدكتور وتوقع الدكتور تحت بس فيش اي اختيام ما فيش اي حاجة هو توقع الدكتور وبس الورقة التانية اللي هتحتاج تجيبها من الكلية ودي بتحتاج توصيك حاجة اسمها ترونسكريبت ايه هو بقى الترونسكريبت ده بيان درجات بيان درجات بتروح تسشؤون عندك في الكلية بتقول لهم انا محتاج اجيب ايه هو الترونسكريبت ده ده بيقول السنة اللي انت درستها في الكلية اللي هي اول سنة دي تقديراتك فيها قد ايه? انا يا الله جيبت واحد اتنين تلاتة عشرة في المواد. ليه? علشان يشيلوا من عليك السنة التحضرية. لازل تبقى ناجح فيهم كلهم. علشان يشيلوا من عليك السنة التحضرية. ودي للأسف بتاخد الاجراءات بتاعة التوصيق. يعني هتوسقها من الكلية بعدين احفظوا راية. توصقها من الكلية للكلية تبقى مديك ختم بتاعك كلية. وبعد كده بتاخدها تروح بها الجامعة. او الساعات الكلية بيبقى عندها ختم الجامعة. فبتختمها من ختم الجامعة. وبعد كده بتروح تختمها من الخرجية. وبعد كده السفارة. الخرجية بعندين سفارة على طول. وطبعا. نحاول تطلعها باللغة الانجليزية من الجامعة علشان ما تحتاجش تراجمها تاني. خليها انجليزية على طول. اي ورقة عرفت اتجيبها انجلش ها blind. هنقول تاني بسرع علشان عارف ان الناس تاهله هما خمس ست ورقات يا جماعة الموضوع مش صعب للمرة الخمس تلاف ومتين الموضوع مش صعب هما كان ورقة شهادة السنوية العامة ودي اللي بتحتاج توسيق اللي مش بيتوسق هو هو شهادة اللغة الحاجة دي كلها مش يتوسق ورقة تانية بس هي اللي بتتوسق اللي هي بتاعت لو انت اخدت اول سنة في الكلية فانت بتحتاج تجيب ودي بتاخد برضو بتاعت التوسيقات هو ده الورقة المطلوب فلو انت مش هتعرف تروح السيدة زينا بتطلع شهادة السنوية العامة اللي هي بتاخدش يوم وترجمها وتقفى افل الفيديو ده من الناس وشيل موضوع المانيا ده من دماغها اما لو انت تقدر تروح ومن الناس اللي لسه هتكمل معي الفيديو فتحياتي ليك خليك معي علشان هنكمل بقى التفاصيل احنا عرفنا ازاي نبدأ عرفنا امتى نبدأ عرفنا ايه هي الاوراق والاجراءات والبروزيس اللي بيمشي فيها الوراق عايزوها اقدم على الجامعة ازاي ابتدي اراسل الجامعة ازاي انا عرفت ايه الجامعة اللي انا هقدم عليها من اول خالص اول خطوة عرفت انا هدرس ايه اراسل بقى الجامعة ازاي هي دي الخطوة رقم اربعة تقريبا عند رقم اربعة احنا قلنا تلات حاجات او دي الخطوة رقم اربعة علشان نعرف نعمل كده ازاي محتاجين نفهم ان الجامعات في المانيا متأسمة لحاكتين اتنين في جامعات مستقلة بذاتها وفي جامعات تابعة من نظام اسمها اليوني أسست. بص يا جماعة ألمانيا دايما تحب ما بينك وما بين اي مصلحة حكومية لازم يحطوا خزوق كده في النص ده ده غاية عندهم. لازم يحط لك خزوق في النص يبقى حلقة وصل ما بينك وما بين المصلحة الحكومية دي في اي حاجة هنا لما تيجي ألمانيا هتلاحظ الموضوع ده جدا. دايما حطيني اليوني أسست ده ما بين الطلبة واللي عايزة تقدم وما بين الجامعة. الجامعة بتدفع فلوس اليوني أسست وانت كمان بتدفع فلوس لليوني أسست علشان يراجع ورقك ويبص على بتاعت الجامعة ويشوف بتاعتك ويقررهم ببعض والله الطالب ده ابعته للجامعة. مش يبقى انا ريحت دماغ الجامعة ومشغلتهاش بالبدأ وقول لهم خلاص انت مرفوض يا حبيبي وخلاص بقى حاول مرة تانية ولما تبقى كواليفايد بقى قدم. وانا اعرف طبعا لو انت مش كواليفايد ازاي تجبرهم ان هم يبعت ورقك زي ما انا ما عملت. لان انا بكونش كواليفايد لورق برنامج وديناهو في المانيا. هقول لك على التريكات دي تعملها ازاي دلوقتي. بس خلينا نرجع تانية نتكلم عن ايه هو الويب سايت بك يعني اليوني أسست. اليوني أسست ده منظمة زي ما قلنا بتراجع ورقك علشان تقرر ازا كانت اتبعته للجامعة اللي انت عايز تدريس فيها ولا لا. معظم الجامعات بتبقى تبقى اليوني أسست بس في جامعات تانية بتبقى لوحدها كده ودي بتضطر انك ترسلها على طول. بتبعت لها عليها على طول. وبرضه تبقى موجود على موقع اداد يعني ما تقلقش مش تبقى مستخبية في حد انت متعرفهاش. بس بيبقى على الويب سايت بتاع الكل جامعة بتدخل عليها. دي بو كاتبين والله التقديم من مليوني أسست ولا التقديم من عندنا من على الويب سايت. انت بتعرف وانت بتدور في اول خطوة خالص على موقع اداد انت عايز تدريس في انهي جامعات وعايز تدريس انهي تخصص. طبعا بعد لما بتعرف الجامعات اللي انت عايز تدريسها بتدخل بقى تذكر كل بتاع الجامعة من دول تقديم عليها ازاي الورق المطلوب محتاجة زبط ايه الحاجات دي كلها. وانزل ان انت جهزت كل ورقك بتقدم بقى ايما تبع اليوني أسست ايما بتقدم على الجامعة دي على طول. فهمنا ايه هو اليوني أسست ولا لا? لا. هعتبر ان لا. الفيديو ده مشروح فيه كل حاجة محتاجة تعرفها عن اليوني أسست. روح برضو الفرج على الفيديو ده وعرف ازاي بتستخدمه. الخطوة اللي بعد كده بعد لما بتقدم على اليوني أسست او بتبعت ورقك للجامعة اليوني أسست لو ورقك كواليفايت بيبعته للجامعة والجامعة بتبتدي دايريكت ليه تبعتلك ميل بالأدميشن ليتر اللي هو اللي عامل اللي لدي كلها علشان حتة ورقة زي دي اللي هو خطاب القبول اللي هي موافقة الجامعة موافقة ان انت تيجي تدرس عندها بتاخد بقى الورقة دي وبتروح تجهز شوية اورقة تانية للصفارة جنب الورقة دي اللي هي اهم ورقة تروح بقى عشان تقدم على الفيزا وتاخدها وتلحق تسافر قبل الترم ما يبتدي اوراق السفارة مش كتيرة بس احنا نتكلم عن اهم ورقتين فيهم الباقي كله سهل امره سهل يعني هم دول اهم ورقتين واكتر حاجة بتاع المشاكل اول ورقة اللي احنا قلنا عليها اللي هو اللي انت عامل القصة اللي فادت دي كلها علشانها دي كده اول ورقة الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نجيبها بدري فبدري تاني ورقة وهو اهم حاجة للصفارة اثبات القدرة المالية ودي اللي هنتكلم فيها بعد كده ازاي تثبت للصفارة ان انت مقتدر ماديا انك انت تعيش في المانيا بصوا انا هقول لكم على الناحية من الموضوع ده علشان اكتر حاجة بيجي لعليه اسئلة اثبات القدرة المالية يا جماعة تلات حاجات مالهمش رابع مفيش اي فتكاسات في الموضوع ياما الحساب البنكي المغلق ياما ضامن مالي في المانيا ياما منحة دراسية والكلام عن كل واحدة دلوقتي بالتفصيل لحساب البنكي المغلق وده اللي معظم الطلبة بتعمله اللي هو انت بتروح تحط في حساب بنكي في المانيا لحد الان عشر تلاف وخمسمائة يورو لما بيزيدوا كل فترة فمعرفش انت بتفرجع الفيديو ده سنة هتكهد بس لحد دلوقتي هم عشر تلاف وخمسمائة يورو بتحطوهم في حساب مغلق في المانيا يعني بتحطوهم كده يتقفل عليهم كده ما بتعرفش تحكم فيهم غير لما توصل الالمانيا فلوس دي فلوسة يعني محدش بياخدها منك تبش بتدفعها للدولة تحطوهم في حسابك باسمك في بنك في المانيا والبنك ده بيبعط لك زي بيدي افايا كده بتقول لك والله ان الراجل ده حضت عندنا عشر تلاف وخمسمائة يورو هنتديله منهم كل شهر لما يوصل ان شاء الله تمامية وخمسين يورو او تمامية وستين يورو اللي هم هيخلوه يعيش سنة كاملة والمبلغ ده بتحتاج وان هو يبقى موجود مع كل تجديد اقامة ان شاء الله لما تيجي في المانيا مع كل سنة كده وانت بتجدد الاقامة ان شاء الله محتاج في الحسابك في البنك يبقى موجود لعشر تلاف وخمسمائة يورو دول او اللي معظم الطلبة بقى بتعمله بتحافظ على المبلغ ده بتفضل محضوط في وبتشتغل وبتصرف على نفسها من الشغل الشغل هنا لما بتشتغل بتقدر تكفي نفسك اكلك وشربه وسكن وتأمين صح وكل حاجة لما بتشتغل معظم الطلبة مش بتفتح ده احنا فتحنا اللي ان اول ما جينا كانت فترة الكورونا وما كانش في شغل فما كانش قدامنا اوبشن تاني ان احنا نفتح بس مش عايزك تقلق من الحتة بتاعت ايه ده وانا عجب لهم عشر تلاف وخمسمائة يورو كل سنة منين لأ يعني ان شاء الله بإذن الله تلاقي شغل اول ما توصل وما تحتاجش انك تفتح ده وان فتحت واخدت منه شوية فيعني ايه تحافظ على الفلوس اللي فيه علشان تجدد سنة كاملة السنة اللي بعدها في الاقامة بتاعتك. طيب انا دلوقتي معيش لعشر تلاف وخمسمائة يورو اعمل ايه? الحل التاني اللي قدامك هو انك تشوف ضامن مالي. ايه هو الضامن مالي? هو حد شخص ما عايش في المانيا مش شرط يبقى آآ قريبك صاحبك اي حد عارفه في المانيا بيشتغل وبيدفع درايب ودخله يسمح ان هو يقبل طالب. مين اللي هيحدد دخله يسمح ولا لأ? مكتب الدرايب او مكتب المحاسبة بتاعه. هو اللي هيقول له ده ان دخله ده قد كده نسمح له ان هو يتكفل بمصاريف طالب ولا لأ. لو انت عندك الشخص ده فانت ورقة بيروح يعملها بتلاتين يورو مش محتاجة اكتر منها وبتغنيك عن الحساب البنكي المغلق وتجديد الاقامة بيبقى اسهل بكتير فدي يعني يعني لو انت لقيت واحد في المانيا بشوف لي معاك واحد بصراحة يعني. ثالث حاجة والحل الاخير هو المنح الدراسية سواء بموالة جزئيا او كليا. والملح الدراسية دي هتلاقوني سايب لينك تحت اسمه موقع اسمه مرجع. الموقع ده تحفى او كان فكرة كده لشباب عرب ان هما يلموا كل المنح حوالين العالم في مكان واحد. مش شرط بس الالمانيا هتلاقي المانيا وكندا واستراليا كل حاجة. وهنبقى نعمله فيديو الواحده وازاي بنستخدامه بالسواء الموقع بالعربي. وفي بالانجليش كمان سهل جدا نستخدمه فمش محتاجين نشرحه. ممكن تدخل على الويب سايت ده في اي وقت وتنقيم منح دراسية ناس كتير بتقدم اعتقدها تقول لي طيب انا مش مؤهل للمنح والمنح دول ناس بتبقى بقى والجي بي اي بتاعهم قدي كده وجايبين درجات في السنوية نعم قدي كده ومشانا. لأ انا اعرف ناس كتير ما كانوش لمنح وقدموه وتقبلوه. فيعني انت مش خسران حاجة. ده هو شوية بتعبيها وخلصنا. فقدم برضو يا جماعة قدموا يا جماعة حتى لو وانتو مش بتاعت المنح. قدموه برضو خليهو كده ايه رامي جتت كده على المنح. يمكن تيجي يعني احنا بنمشي في كل الطرق احنا مأمورين بالسعن. التوفيق ده بتاع ربنا. بس كده هما دول التلات حاجات اللي محتاجت اعرفهم عن اثبات القدرة المالية للصفارة. زائد الورقة بتاعت القبول الجماعي. وبتقدم يا برينس وبتحجز معات في الصفارة. طبعا بعد ما بتقدم على الصفارة. الصفارة بتبعت لك بتقول لك والله ده الباسبور بتاعك. ودي الفيزا. وبتحجز التذكرة بتاعتك وبتتكل على الله توصل المانيا. من اول ما بتوصل المانيا دي بداية حياة جديدة انت سيبت كل حياتك القديمة وورا ظهرك. هنتكلم عنها في فيديو لوحده لان الناس ما بتيجي هنا بيحصل لها صدمة كده في المجتمع. فهنعمل لها فيديو لوحدها ان شاء الله. وهقول لك اول ما توصل ايه? اول اسبوع ده بتعمل في ايه من تأمين صحي اللي تشتري خط تليفون اللي محتاج السكن تزبطه ازاي? هنعمل فيديو لوحده بس خلينا دلوقتي دي ما قبل خطوة شراء التذاكر وركوب الطائرة والسفر لألماني. خلنا في الخطوة اللي قبلها. احنا كده تقريبا غطينا تمانين في المية من التفاصيل. في تفاصيل تانية صغيرة هتقبلك وانت ماشي بس اكيد مش هنعرف نتكلم عنها كلها لان الناس هتطلع بك. فيعني احنا قلنا على اكبر كده موجودة. والباقي التفاصيل وانت ماشي في الاجراءات دي هتكتشف ايه ده? بس يوني مقالش الحتة دي? مولتهاش مش عشان انا عايز اخبيها. مولتهاش عشان هي صغيرة وتفعة. يعني علشان ما لغبطش الناس. خصوصا انا عارف ان في السن ده الدماغ بتبقى مركزة في حاجات تانية. متخلاش نفتح المواضيع تانية ايه. الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه بعد كده هو السنة التحضرية. لان السنة دي بتلغبط ناس كتير. مين المفروض يعمل سنة تحضرية? ومين المفروض ما يعملهاش? وهل ممكن اتفادى السنة التحضرية دي لان هي بتبقى رخمة ومكلفة? هل ممكن اتفاداها? واتفاداها ازاي? كل الاسئلة دي هنقولها في شواء اللي جايين دول الجزء ده مخصص بس للسنة التحضرية. طيب خلينا نبتدي بمعلومات سريعة كده عن السنة التحضرية. اول معلومة محتاج تعرفة عن السنة التحضرية ان هو كل تخصص بيبقى ليه سنة تحضرية شكل. يعني لو انت هتدرس طب غير هتدرس هندسة لان كل حاجة من دول ليهم سنة تحضرية خاصة بهم. تاني معلومة محتاج تعرفة ان السنة التحضرية مش لازم تدرس في مكان واحد. يعني مش لازم حتى تدرس في الجامعة اللي انت رايح تدرس فيها. يعني مفرضة ان انت هتدرس هندسة في برلين. فانت ممكن تعمل سنة التحضرية بتاعتك في هانوفر. دي برضو معلومة لازم تعرفها. مش شرط خالص تبقى في نفس الكلية لان مش كل الجامعات بتقدم سنة تحضرية. تكاليف في السنة التحضرية بتبقى حوالي من مية لربعمية يورو لكل ترم لكل سمستر. ودي مش بتبقى بس مصاريف ادارية للجامعة دي بتديك كمان شوية آآ فوايد. زي السمستر تيكت انك بتركب كل المواصلات العامة ببلاش. سواء اوترات او اوتوبيسات او اي مواصلات عامة بتركبها ببلاش. ودي ميزة كبيرة جدا لأن المواصلات في المانيا غالية. دراسة السنة التحضرية مش زي التقديم على الجامعات بيبدأ في أو شتوي? لا دراسة سنة التحضرية بتبدأ شتوي بس اللي هو فشهر عاشرة بس والتقديم عليها طبعا زي ما قلنا بيبقى بلاها فترة وبتنتهي في مايو واللي متحانات بتبقى في تدرس ايه بقى في السنة التحضرية دي? مبدئيا الدراسة في السنة التحضرية بتبقى كلها بالالماني فاند محتاج تبقى نزبط الالماني بتاعتك. بتدرس ايه بقى في السنة التحضرية دي? بتدرس كمية فيزياء رياضة اللغة وعلوم حاسب. طيب احنا بندرس السنة دي ليه? علشان تأهلنا للحياة الجامعية في المانيا او الدراسة الجامعية في المانيا علشان ما نخشش من سنوية عامة او دنيا تانية لحب دلاشقنا في جامعة في الحيطة. السنة دي بتأهلنا نفسيا ومعنويا وفكريا للجامعة. بالنسبة بقى الموضوع هي صعبة ولا سهلة فهي بتختلف من قدرات واحد لواحد بس الناس اجمعت ان هي حاجة زي السنوية العامة وصعبة خصوصا انك بتدرسها بالالماني وبتدرس التخلف تدرس فيزياء وكيميا وتقاب بالالماني فالموضوع ببقى صعب. فنصيحة لو تعرف تتفادها بانك تاخد اول سنة جامعية في بلدك سواء في مصر او في اي بلد عربي تاني خد اول سنة جامعية في كلية في نفس التخصص يعني لو انت رايح تدرس في المانيا هندسة خد اول سنة اللي هو اعدادي هندسة. لو انت رايح تدرس اي حاجة. يعني ما تروحش تاخد لي مثلا تجارة وانت رايح تدرس طب. يعني فعني باللوشل كده وبالعقل تاخد اول سنة في الكلية في مصر في نفس التخصص اللي انت رايح تدرسه المانيا علشان يقباله ان دي تبقى سنة تحت ريه. التقديم على السنة تحت ريه بيبقى زيه زي التقديم على عادي خالص بس ما فيش اوبشنال بقى انك تدرس بالانجليزيو لو بقاملها هي الماني. كلها الماني. فانت لازم تبقى مظبط الالماني بتاعت. واللغة بتاعتك تبقى زي الفل وتمام التمام. في سؤال مهم هنا بقى بيوصلني من الناس اللي هم اه درسين ادبي او درسين حاجة غير صنوية عامة وعايزين مثلا يندرسوا هندسة اه في المانيا. هل ينفع يعملوا كده ولا لا? اه ينفع بس مفيش مفر من السنة التحضيرية. لان الناس دي متبقاش دراسة كيميا فيزياء الحاجات دي. فانت كده كده فرضا عليك السنة التحضيرية اجباري عليك. فانت محتاج تجهز نفسك في اللغة. وتروح تمتحن وتجهز الاوراق المطلوبة للسنة التحضيرية. وتبتدي تقدم علينا اسسته خالص زي اللي تكلمنا عليها. هي هي نفس شروط التقديم. بس زي ما قلت لكم بالاضافة الى ان اللغة الالمانية بتبقى انت مضقم فيها. وزيت كمان انك قبل ما بتقدم قبل ما بتتقبل في السنة التحضيرية بيعملوا لك زي كده للرياضة وللغة. الاتنين دول لازم تعملهم. ممكن تعملهم لما توصل المانيا. وممكن تعملهم في مصر في معهد جوتا. في يعني سواء هنا او هنا. ممكن ده اخد السنة التحضيرية كلها في معهد جوتا في مصر بس الوضوع مكلف جدا. مش عالي مية واربين الف. حتى وقتنا يا زي مية واربين مية وخفزين الف. فليه يعني ابو تريكا رايح ياخد شهادة من جوتا? لا يعني بالعقل مية واربين الف دول لان اروح ادفعهم اه بس اروح المانيا اعيش هناك احسن في ودرس هناك والتعامل حتى مع الناس في الشارع يعني هعرف اللغة بتاعتي تتطور اسرع لان في مصر ممارسة اللغة شبه مستحيلة. مش بقولي ان هنا في المانيا هتعرف تمارس اللغة لان الشعب الالماني انطوائي بطبعه بس خلينا اقول ان هنا هتقدر اكتر اه تمارس الالماني بتاعك اكتر من مصر. يا رب نكون فهمنا ايه هي السنة التحضيرية وعرفنا بنقدم عليها ازاي ومين له احق في السنة التحضيرية ومين ممكن يتفادى السنة التحضيرية. لو حد عنده لسه اسئلة تخص السنة التحضيرية يا ريتي اكتبها تحت انا عارف ان انا ما اتكلمتش عن كل حاجة فيها برضو بس علشان الفيديو هيطهل مننا قوي. برضو السنة التحضيرية هعمل لها فيديو خاص بيها وهسيبولكو تحت بالدسكريبشن. ما دي الاول انا مزبطكو. هنروح للنوطة اللي بعد كده وهو القبول المشروط والقبول الغير مشروط لان برضو النوطة دي بتلغبط ناس كتير هوا من اسمها جامعة قبول مشروط يعني انا هقبلك انا كجامعة هقبلك بس فيه شرط ايه هو الشرط انك انت تكون مخلص اللغة فانا بديك قبول جامعي بس بقولك والله لما تيجي مش هتبدأ الدراسة لأ انت لازم تخلص للغة على طول والموضوع هنا بيختلف ليه لان انت لما بتاخد الفيزة فيزة دراسة اللغة مش بتسمح لك بالشغل يعني انت اول لما بتيجي بتضطر انك تصرف شوية لان دراسة اللغة في المانيا مكلفة جدا فنصيحة خلص اللغة في بلدك احسن بتبقى ارخص بكتير 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 من انك تجي تدرسها هنا في المانيا ومش بيسمحوا لك بشغل لو انت بتدرس لغة لازم تبتدي دراسة عادي خلص وتبتدي بعد كده بيدوك اللايسنس انك تشتغل انما طول ما انت بتدرس لغة انت مش مسموح لك بانك تشتغل فالموضوع بيبقى مكلف جدا لان انت بتبقى مطلوب منك سكن مطلوب منك اكل وشرب مطلوب منك تأمين صحي ففي ده غير طبعا فلوس الكورس ففي مصاريف كتير قوي انت في غنى عنها لو انت هتاخد اللغة بتاعتك في بلدك فتجنبوا يا جماعة القبول المشروط لانه مكلف جدا ومش هتعرف تشتغل لو انت معاك قبول مشروط او بتدرس لغة في المانيا فحاولوا دايما تروحوا للجماعات اللي هي بتدي قبول غير مشروط اللي هو تعال احنا نقبالك واحنا هنبقى نزبطك بعدين للمرة الخمس تلاف ومتين بقول لك زبط لغتك في بلدك قبل ما تروح وما تغلطوش غلطتنا احنا جينا للمانيا واحنا ما عناش اي الماني بس انا محظوظ لان انا دراستي اصلا بالانجليش فانا مش محتاج الالماني في حاجة بس بنلاقي صعوبة بقى في الحياة في اليوم اللي هو بنلاقي صعوبة في الشغل بنلاقي صعوبة في الشارع بنلاقي دنيا بتبقى صعبة انا لو انت معاك الماني الحقيقة هنا بتفتح لك درعتها لحد كده انت معاك معلومات محترمة تقدر تقف عليها وتبقى واقف على ارض سابتة وانت بتجهز الاوراق صحيح مش كل المعلومات المطلوبة بس معظمها واهمها ودي تقريبا اللي انت هتحتاجها في سكتك وفي نشوارك وانت بتجهز الورق ومش تحتاج ان شاء الله اكتر من كده لو عندك اي سؤال او او في حتة ما فهمتهاش ايما تكتبها في الكومنتات تحت ايما تبعتلي في على الانستجرام اول ما بلاقي وقت برد عليكو على طول وطبعا متنزلش تنزل تبص بص كده على كل اللينكات اللي سايبينها تحت لان في فيديوهات تانية انا تكلمت عنها هتحتاجها تحتاج ترجع لها بعد لما تخلص الفيديو ده وفي فيديوهات تانية لمواقع برضو هنسيبها تحت في يعني ده حاجة مهمة جدا انزل بص على كل الحاجات اللي موجودة فيه وما تنسوش برضو انا سايب لكم اللينك بتاع الانستجرام اكاونت بتاعي لو انتم عايزين تعرفوا الحياة اليومية بتمشي معايا ازاي في المانيا هتدخلوا على الانستجرام وهتلاقوا كل التفاصيل دي انا شايف ان القناة دي بالنسبة لاي حد عايز يسافر المانيا لان فيها كل المعلومات اللي هو محتاجها علشان يسافر المانيا وطول الوقت هيبقى في فيديوهات طول الوقت فانت ان شاء الله مش هتحتاج غير القناة دي علشان تسافر المانيا ده غير كمان ان انا بنزل كل الفيديوهات سفرياتي في اوروبا خلاص انت بقت في بلد دلوقتي دعم رغم تسافر فكل سفرياتي ده هتلاقوها السفريات اللي فاتت اخر تلات دول تقريبا سولفاكيا والمجر وهنجاريا تقريبا اخر تلات دول زونوها هتلاقو فيديوهاتها برضو خشوا حفا واعرفوا الحياة في المانيا بتبقى مش يعملها ازاي ويا رب يا رب تكونوا مستفدتم من الفيديو ده وما تنسوش لو انت في حياتك حد علوشك ان هو يخلص سنوية عامة او قريدي خلص او عايز مش عايز يكمل في مصر وعايز مسلا ان يسافر برا يكمل في المانيا يبعاتلو الفيديو ده او من شنو فيه وبالتوفيق يا شباب ويا رب يا رب اكون اه غطيت نظم المعلومات اللي انتم محتاجينها والسلام عليكم واشوفكم فيديو جديد